مرض الوالدين أنا أتعرض فيك أنا أتعرض فيك من منا لا يتذكر الفنان المغربي المتميز محمد بن براهيم بأدواره الكوميدية وكصانعه للبهجة بهجة لم تغيب عنه حتى وهو على فراش المرض بعد أن أبى إلا أن يطمئن أصدقائه ومحبيه عن حالته الصحية ويبشرهم بعودة في القريب العجل الحمد لله حالياً أنا رأنا اللي كنت خايف منه هو مسألة دي للقلب القلب الحمد لله ما عنديش الحمد لله بيقير القوى عندي مسائل دي للتقالية هذاكش دي للتقالية هو اللي عدينا مريض والحمد لله رأي بيخير قالي عندي شي حاجة دي رجلية خصاة صاوب تهيئة دقاد ونخرج من هنا يا إنسان جديد إلى بغالله حبه للعمل وشغفه به لم يفارقه لحظة واحدة منذ دخوله المستشفى حب وتفان يشهد به كل أصدقائه المقربين غريف الأمر هو أنه من يلاك يدخلناش فينا في الصباح قال لي واش أنكم بديتوك تمنطيو الفيلم يعني هذا الرجل الدخم والعملق كان لنا شركة الوطنية إذا عمرت أخرى لها الشرف الكابير يشتغل مع الطاقم الفني والتقني مع هذا الرجل لماذا؟ لأنه رجل كي دايما نتيد بين قوسين تقول الحرفية هذا الرجل حريفي الفن وسريف دم هذا الناس وإن شاء الله يلقى ورد اعتبار لائق بهذه الناس حاجة المهمة اللي بويت نقول هو أن هذه الناس هم اللي عاب قراه هم اللي في أكتر من المستوى أنهم كي تيقوا فيها أولا أنني ما كنشوفش نهائيا كنشكر قال إخوان لخدموني وأنا ما كنشوفش وذيروا فيها التيقى يشار إلى أن الفنان محمد بن إبراهيم كان قد أصيب بوعكة صحية أثناء أشتغاله في فيلم قصير بعنوان الوصية من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ويعد بن إبراهيم من موالد مكناس سنة 1949 وله العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية التي أكسبته حضورا متميزا على الساحة المغربية